السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده نتعرف على تفاصيل بطلولة السوبر المصري للأبطال البطلولة الجديدة وموعد اقامتها ومين الفرق المشاركة وايه جوائز البطلولة وايه هو نظام البطلولة كل التفاصيل في الفيديو ده بستابع معايا للنهاية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية اعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن التفاصيل الخاصة بطولة كاس السوبر للأندياء العبطال بمشاركة اربع فرق لأول مرة ضيب معاد اقامة البطولة دي حتكون امتى تم الاعلان عن اقامة بطولة السوبر الرباعي في الفترة من 23 ل28 ديسمبر المقبل من عام 2023 ضيب مين الفرق المشاركة في البطولة دي بيشارك في البطولة بصفة رسمية اربع فرق وهما بطل الدوري والوصيف وبطل كاس مصر وبطل كاس الربطة وتم تحديد النادي الاهل بصفة البطل الدوري وبراميز الوصيف وسيراميكا كيلو بطل كاس الربطة انما الفريق الرابع لسه ما تحددش لانه لسه منتظرين نتيجة مباراة امبي والنادي الاهلي في الدور قبل النهائي الكاس مصر وفي حالة فوز امبي هيشارك بصفة نهائية في البطولة دي اما في حالة الخسارة فهيختاروا فيوتشر كرابع بطولة الدوري الموسم الماضي ضيب ماذا عن جوائز البطولة دي اعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن الجوائز في نسختها الاولى وحيحصل الفايز بطولة السوبر على 250 الف دولار وماديليا دهبية وصاحب المركز التاني هيحصل على 125 الف دولار وماديليا فضية اما صاحب المركز التالت فهيحصل على 75 الف دولار وماديليا برونزية اما صاحب المركز الرابع والاخير فهيحصل على 50 الف دولار كمكافئة مشاركة في البطولة يعني الاربع فرق مستفدين طب ايه هو انظام البطولة ضرب النادي الاهلي موعد مع سيراميكا كيلو بطرة في المباراة الاولى اللي اعلن اتحاد الكرة واللجنة المنظمة على نظامها ومبارتين النص النهائي وحسب نظام الربطة فان المباراة الاولى هتجمع بين بطل الدوري وبطل كاس الربطة والمباراة التانية هتجمع بين بطل كاس مصر ووصيف الدوري او من يتأهل حسب نظام البطولة البطولة جميلة وصغيرة والكل منها مستفاد كل التوفيق للاربع فرق المشاركين اتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا وشكرا للجميع